كل متابعة تلفزيون اليوم السابع اهلا بكم وتخطية رياضية جديدة لصوت يعلو على صوت مباراة القمة قمة الاهل وزمالك على ساد السلام بعد تقريبا ساعة من دلوقتي مباراة اكيد قمة في الاهمية بالنسبة للفريقين كل فريق فيهم هيحاول يفوز المباراة عشان يعني اقرب خطوة من طريقه للفوز بطولة الدوري العام اه النهاردة الاهل يعمده مشاكل وزمالك عنده مشاكل اللي اهل يعمده مشكلته الكبيرة طبعا رحيل بيتسو موسيماليا مدير الفني للفريق تولك في نسميهم صعون الادارة الفنية زمالك على الناحة التانية عنده مشاكل بظل غيابات لعيبة كتير جدا عنده زمالك بقاله فتراتين قيد فبيعملش صفقات فبالتالي داخل المباراة هو عنده غيابات كتير في لعيبة ما لهم مش بدائل فبالتالي كل فريق فيهم عنده مشكلة ولكن طول الوقت مباراة القمة بيكون خارج التوقعات بيكون خارج اي توقعات ممكن احنا هنكون شايفينها كتير جدا الاهلي بيكون هو داخل الافضل بيفوز الزمالك كتير جدا الازمالك بيكون افضل الاهلي بيفوز ده لنشوفه بقى كمان شوية بازن الله موانطبا في سورة التحليلي كابتان عمر ايوبي زي كب �كين عمر عمر اعبري. خلينا اخطش كده وعطوني قد عمر في تشكيل يمكن تشكيل الزمالك يمكن مشكلة عاجل كده الزمالك اعلن آآ تشكيله دلوقتي. حرس المرما طبعا محمد عواد في ظل غياب محمد أبو جبل الدفاع محمد عبدالغاني في ظل غياب محمود علاء محمود الوينش عبشافي عبدالله جمعة في الوسط إمام عشور محمد عشر فروعة عشب بن شارعي أحمد زيد زيزو وسيل عبدالله وفي الهجوم عمر السعيد البودلاء سيد عطية عقسون عبد المجيد إسلام جابر يوسف أوباما محمد أونجب محمود عبدالرازق شخبالة أيمن حفني يوسف أسامة وفي سيف جعفر باين جدا يا كمتون عمر تأصر الزمالك بالغيابات يعني النهاردة لعيبة كتير جدا شباب لعيبة كتير جدا يعني فهم مش داخلين في فورمة المباريات سابقا كده الغيابات اللي بيعاني منها الزمال شايف تشكيل ازاي شايف برضو ديك كزين هو تشكيل بسم الله الرحمن الرحيم تشكيل كله منطقي جدا للزمالك والتشكيل ده الأقرب ليه للغيبة اللي بيعابة المش اللي فات دمالك النهار طبعا الناس اللي مش بتابعة في مفاجآت فيها جبيرة جدا خاصة الغيابات السبعاد محمد أبو جابل من طريق حامد منطقي جدا انه خارج مصر في الفترة خيرة التأهيل كانت المفاجأة بالنسبة لناس كلها سيب الدين الجزيري واعتقد انه هو لتأخر حضوره من المنتخب تونس فيه برضو إيقاف مدعلاق فارق برضو مع الزمالك برضو غيابه فيه أحمد فتوح رجع برضو من الإصابة كانت غيابه عن المنتخبات في فترة اللي فاتت دير الغيابات دي كلها الرجل بيلعب تشكيلة منطقية تشكيلة متوازنة تشكيلة فيها عنصر الشباب زي ما شايفين ان مهار في عنصر بيلعب في خطر وسط ويكمل هجوم جنب عمر السعيد ولكن نادي الزمالك عنده الدكة برضو الدكة النهاردة مختلفة دكة كويسة جدا لما يجي نشير يتكلم فيها فيه أوباما مفاجئة برضو هنا وقع برة على الدكة هناك من موجود فيه تشكيلة من نجوم مباراة الأهل والزمالك فيه برضو المباراة يازم يتكلم فيها برضو دائما مباراة الأهل والزمالك لها حسابات أخرى والعب الحظيفة بيبقى لها دور بساطا مع وجود الجماهير النهاردة ويقول لناس ان الجماهير خمس تلاف المباراة هم يتقسموا بالتوازي بين الأهل والزمالك خمس تلاف وخمس تلاف عدا كدير برضو عدا كدير طبع كدير ما هيبنا اخدها خطو خطو المطش الاولاني لو احنا فترين الدور الاول. الفين والفين. لا كانوا الفين. الف والف. اه الفين والفين. الف دي في خمس تلاف. الفين وخمسمائة و الفين وخمسمائة. اعتقد هيعمل حراك في السيد السلام في المباراة دي. مباراة اعتقد ان انا مباراة صعبة جدا. نروح يا كابتن بس بدون قطع كلامك. نروح على طول برضو عشان بشكل عاجل دلوقتي برضو. كابتن سامي امصان اعلن اه تشكيل النادي الاهلي. كان فيه كلم كثير جدا عن غياب محمد شناوي للاصابة. لكن محمد شناوي متواجد بشكل اساسي في حراسة مرمى النادي الاهلي. علي معلول في مركز ظاهر الايسر. رامي ربيعة وياسر ابراهيم اتنين مساكين. محمد هاني ظاهر ايمن. محمدي فتحي وعمر السلية اتنين دفندرات. طبعا في ظل غياب اهليو ديانج للاصابة. بس محمد مادي افشة النهاردة. وبرده في كلام كثير ان افشة كان هيتواجد على ديكة البودراء. ولكن النهاردة افشة متواجد في تشكيله الاساسية. احمد عبدالقادر في مركز الطرف الايمن. بيرسي تاو في مركز مهاجم الصريح. محمد شريف كمان مهاجم صريح. يمكن النهاردة وضع ان فيه تجهد للخطة. واحد من الاثنين بيرسي تاو او محمد شريف هيكون في مركز الطرف او هيلعب بمهاجم وتحتيه شادو سترايك. انا شايف ان هو التشكيل النادي الاهلي. آآ سامي او مصوم برضو اخم ان هو لعيب. يعني لعيب مصري مش مدرب اجنبي. محمد الشريف كمان. محمد شريف مهاجم جدا. السولية موجود كم برضو في كلامنا اعتقد وجود ونهاردة كانه طبيعي جدا. تشكيل الاهلي منطقية جدا. آآ وجود الشناوي بيدي الثقة للنادي الاهلي من اطول خط الدفاع. اعتقد تشكيل المنطقي جدا. ويدي ثقة للجامهير الموجودة ويدي ثقة الجهاز الفاني انا شايف انها مباراة النهاردة هيبقى فيها تسامة ومصان يتم نشوف ميلاد مدارب جديد او ترجعه تاني اللي هي ارجع لفترة بس المكتوف شخص الحمر ان في مجاسفة يعني انا شايف من وجهة نظر ان في مجاسفة شوية من كانت تسامة ومصان نهاردة بيلعب يمكن بتشكيلها يمكن من اول عمر السلية عمر السلية معروف بنزعاته الهجومية مجدي افشا احمد عبقادر باي سيتاء ومحمد شريف ممكن تقريبا خمس مهاجمين غير اه الاتنين اللي زهراء الجنب اللي المفروض يتقدموا اه في الاوقات الهجومية فبالتالي هتنتكلم من خمسة لسبع مهاجمين هل تشايف ان ده ممكن يبقى ريسك شوية دفاع الاهلي يكون مفتوح شوية? لا هو سامق بسرعش هو لعب موطشات القيمة كتير عارف ان الموطشات اللي هي القيمة دي بيبقى فيها اللعيبة الحريفة لها دور مهمة زي ما قلت لك في تشكيل الزمالك هيكون سيكابالا ليه دور في المباراة هو وباما خلاله الزم المباراة ممكن يستعمل سعانة بيهم لان في وجود الجماهير اللعيبة اللي هي الحريفة ما تفرع والتشكيل الاهلي ما تيجي تبص عليه في افشا في احمد عبدالقادر ببير سيتاءو اللعيبة كلها من اللعيبة اللي هي المباراة اللي هي حريفة بتعرف تحتفظ بالكرة بتعرف تأثر معنويا على المنافس قدامها وبتدي الثقة لفريقها دي مهمة جدا في الموطشات القيمة دي لان احنا متفقين على حاجة ان هي مباراة خارج كل التوقعات مباراة لها ظروفها بغض النظر عن اي فوارق بين اي فريق والتاني طيب لو نيجي نتكلم بالورق كده النهاردة لما نيجي نشوف تشكيل نادي العالق على الورق ونشوف برضه تشكيل نادي الزمالك لو نيجي نتكلم في حراس المرمى النهاردة عواد موجود في حراس مرمى الزمالك محمد شنيوي ممكن تكون يعني كفت مين الارجح او مين الخط ده اقوى عنده لو بصرنا للتاريخ هنلاقي ان محمد عواد حظه سيء قدام النادي العامل او قبل كده لما كان بيالعب في النادي العشماعيدي لكن دي دايما زي ما قلت لك ملهاش علاقة بالموضوع خارس ملهاش علاقة لان ممكن يبقى النهاردة بفاتح الخرق عليه انه هو يفك العواده ديت او المشكلة ديت ممكن شنيوي عشان بحكم ان هو الحارس الاول في النادي الاهلي لعب عذاك كبير جدا من مرات بالتأكيد هتلاقي رسيله اكتر في الانتصارات لكن كل دي ملهاش معين زي ما بقولك ملهاش حسابات وممكن تلاقي النهاردة ميلاد نجم جديد موقع اللعبة تعمل اسم كبير جدا وتخش على خط النجومية زي ما توقع ان يكون احمد ابعادة بلعب النادي الاهلي موقع كل دور زي ما يكون في المقابل هتلاقي ان مهار دوقن يكون ميلاد نجم جديد برضو في موراة القمة اعتقد هي موراة صعبة جدا يعني خارج التوقعات بالفعل دايما ما في ايش حد يقدر يقول ميل يكسب النهاردة الا ما نشوف اجوال موراة خاصة ليعدي الشرط الاولى تماما نحن نروح لملكة زهر الايسن النهاردة محمد عبدالشافي خبرات كبيرة جدا جدا دعيبي يعني طول الوقت يقولك لو بيلقب بخبرته خبرات كبيرة في الملاعب سواء في الكرة المصرية سواء مع المنتخب سواء حتى في رحلة احترافه في الدور السعودي قدامه برضو نجم كبير جدا جدا مش هنتكلم على قدامه في الملعب نتكلم على نفس المركز في النادي الاهلي بنتكلم على التونسي علي معلول واحد اهم من تشيح لها بالنادي الاهلي برضو بتشوف المواجهة دي ازاي لا علي معلول ده في حالة ثانية علي معلول في الجوز اللي هو زهير ايسر اعتقد انه هو فارق كتير جدا جدا في النادي الاهلي خلال الفترة بفادة الداد ويعمل فارق خاصاتها في مباراتك كبيرة دايما بيبقى فارق مع النادي الاهلي صحيح ودي حقيق انا شايف انها مباراتنا هارضة بركها عراية فهم ام 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 دي برضو خارج الحزبة دي برضو ام ام دي بلين لو جيت تتكلم بالورع والقلم تيجب بسلا تخطى نص الزمالك ام 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 مجموعة كلها مش 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 انهول عليها ادعيبت الى فارق خبرات للصالح صحيح ام ام عامل الصلايا وحمد في الفترة. طبعا. لكن لما تيجي تقول ام اشرف روقة ام بيع einer ام ما ام شهر لايه كويس لأ المباراة حسبتها بالنظر كده وتقول اتاني. ام. تقول ان الاهل هتفاوق. لكن لما تيجي تックلم تقول ان امام عشهور يريده امام الاهلي هتقول ان اشرف روقة. مباراة فاصيلة ليه في بصيره مع انها الدزمالك. بصير هو ان انه لا ام 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 شهر مش موجود في التشكيلة. ام 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 عشهور مش موجود. النهاردة اللي بلعب حتى في مركز زغير الايمن النهاردة بلعب عبدالله جمعة عبدالله جمعة برضو للنحط التانية عبدالله جمعة محمد هاني برضو المواجهة دي مواجهة المفروض يعني اللعيبة برضو بقالها فترة كبيرة مش تشارك بشكل متقاربة قصتاً اللي كانوا بقاشين بظروف شيء بمتقاربة يعني برضو يعني عبدالله جمعة راجع من فترة كبيرة جداً ما بلعاش بيحاول يرجع فيها في نفس الوقت محمد هاني عنده مشكلة من ساعة نهاية الافريكي هو عبدالله جمعة من اللعيبة اللي بيتتميز في مبارات الآل والزمالي في نفس الوقت بيقولك الحوافز الكبيرة جداً عند محمد هاني انه استعيد ثقة من جميع الاهل خاصة ان المبارات نهاية الافريكة دي اثرت تماماً عليه وعدة الاستبعاد ومقائبة المنتخب دي دي مهمة جداً في نفس الوقت لو قلت اتكلمت عليها برضو لو قلت برضو ما دي اتكلمت اقول لها عبشافي بقى عبشافي كمان موجود عبشافي خبرته كيورة كبيرة جداً هتفرق قدام الحوافز الكبيرة جداً قلنا عليها قدام محمد هاني برضو لازم ان اتخافي على حاجة ان انت التشكيلة نفسها تحسن هي التشكيلة وقعية منطقية من الاهلي ومن السمالي ممكن اذا ما كنت لكم مضطر ببعض الظروف لكن هي متشكيلة منطقية منطقية في ظن الغيابات والاسابات اللي بيعاملها بالتأكيد خيب نروح برضو للمركز ديفندر يمكن دايماً طول الوقت يقول لك اللي بنساتر على مباراة الملعب هو اللي بنساتر على المباراة ببعض لك نتنين ديفندرات في الزمالك امام عشور محمد عشا فروقة دمهم اتنين برضو سناية قوي زيما حقيقة قلت بنتكلم عن حمزي فتحي وبنتكلم عن عمر السلية برضو معرفة خط الوسط دي هل مين ممكن يتقوى فيه؟ بقى بقول لك فيها عبدالله امام عشور في مباراة القمة بيكون نجم غير عادي بيبقى مركز جامل جداً المباراة عنده فيها زاد طبيعة خاصة عنده بيعتبرها ان هي مباراة وهي من المباراة تقول بالك التاريخ اللي اللي فات كل المباراة اللي هو تقلق فيها دي اللي عملت له جمهارية كبيرة بين جمهير ناري الزمالك تحبه وقلت له خبال في حجم مباراة القمة تحديداً بتكون انصر اساسي في نجمية لعيب ويكمل او ما يكمس ورجعت لزامن برضو عراي جمال حمزة كان موقف عنده مشاكل كتير جداً معا في نادي الزمالك لكن ما كان يجي المشاط وهي يتقلق ويهرز الهداف او يصنع الهداف وده اللي خلته بقى نجم كبير من نجوم الحجرة في تاريخ نادي الزمال نفسي كلام عبدالحليم علي كان نفسي كلام لكن ما تيجي تتكلم في المباراة النهاردة مباراة ما قلتلك رقمياً او تيجي تتكلم في ارقام تتكلم في تاريخ المفروض الواقع يقول ان الاهم يتفوق لكن امام عشور وجوده مع عشرة فروقك والاتنين متفاهمين التدريبات الاخيرة اكدت ان هم في حالة كويسة جداً وعندهم الرغبة ان هم يعوضوا غياب طريق حمز والمجموعة الموجودة طيب برضو مركز صنع الالعاب دايما طول الوقت المركز ده ببقى ليه اهمية كبيرة جداً في المباراة الشبه كده حامل مجدي افشة بعد غياب طويل بعد غياب طويل عن التشكيل السياع متواجد النهاردة في التشكيل السياع قدامه لعيب المفروض ما هو لعيب صغير يعني لعيب مش يعني نمار لعيب لسه ما عندهش خبرات كبيرة هل برضو ممكن زي ما انتا قلت فعلاً يكون مولد نجم جديد في المباراة دي نمار فعلاً يعني يتفوق النهاردة ولا افشة طبعاً بخبراتك كبيرة ممكن يساعد الاهلي بص لازم يتفوق حاجة عن نمار لعيب كويس جداً وكل وضع مهم جداً لكن لو هنقارن بقى بجد نقارن بين افشة وزيزو افشة عند جمييرنا دي الاهلي هو الايكونة هو اللي بيتعلق هو من ساعة مباراة نهاية افريق نجم المباراة بالكامل او نجم الفريق لا ما هو ده النجم اللي هي جميير متشبسة بيه الجميير الاهلي مسكى في افشة وشايفان هو النجم اللي يقدر يحقق عليها الفارق في اي لحظة منذ قمة عشرين وعشرين نفس الوقت جميير الزمالك كلها تعلق امالها على احمد ساعة زيزو اللي هو ايكون تناديل زمالك حالياً هو الافضل هو هدف الدور برسل تتاشر هدف هو الطموحات كلها والامال كلها جميير الزمالك عليه دي بقى المباراة بقول لك وهنلاحظ كلنا القمرات هتليها مركزة على الاتمين دول لانه هم الورقة الربحة الاساسية فيها بقى نظرة بقى عن وجود الربحة تانية اللي هنتكلم فيها بعد كده هيا ما يجي انه يوصل لمهاجم محمد الشريف او عمر الساعة ما عايزين برضو نتكلم في الجزائية دي لان جزائية مهمة النهاردة ممكن يكون كتنسان ومصانة مغير الطريقة خالص النهاردة لو عسب بقى الطريقة اللي هيتدي بيها احنا مش عارفين هيتدي ازاي بالزبط في ارضية المرعب برسيتاء ومحمد شريف هل الاتنين هيكونوا اتنين فراودة صراحاء ويكون هما الاتنين ولا واحد منهم هيكون بقى الطريقة هل ممكن هل شايف ان ممكن كتنسان ومصانة النهاردة في ظل اهمية المباراة وفي ظل كل ده ان هو يلجأ لتغيير طريقة اللعب اعتقد ان هو اكيد هيرجأ لتغيير طريقة اللعب هيكون انا موجود نظر اتوقع ان هو يكون محمد الشريف هو مهاجم بصريح وهيلعب بتاعته برسيتاء وعلى اساس ان هو لعيب حريف يقدر يوجيد ونفس الوقت وجود محمد شريف لعيب كان يوجيد قبل كده في المركز الجناح والاطراف ممكن يشتغلها يفتح مساحات يدفع الناس الزمالك عشان يفتح مساحة اللي يدرسيته او افشل وجيين من خلف الناحة التانية عمر السعيد يعني ان عمر السعيد مباراة كتير بنشوفه بيتعلق بشكل كبير وبيقدر يكسب الزمالك ولكن برضو في مباراة تانية بنشوفه بعيد خالص يعني الناس كدير حتى بتقول ان هو يعني مش ده المهانم بتاعنا بالزمالك برضو كزي بتشوفه عمر السعيد وفي ناس كدير جدا يشايف ان عمر السعيد مش مهاجم نادي الزمالك لكن في مباراة الاهل والزمالك بيكون لي دور بيشوف ان هو بتحرك يكون عنده حافظ بيتخلي اي مدير فني متمسك بوجوده حتى بيحتفظ بوجوده في الملعب وده مؤئمة جدا وعشان كده دي اللي بتخليه ان هو ممكن نعيده من اوراق الربحة خاصة ان هو يجيد العاب الهواء هيقدر يلعب بالشكل كو خاصة مع الدفاع النادي الاهلي وليعب مباراة من التعاول علينا هو واحد من اهم مفاتيح في فوز النادي الاهلي ناحة التانية نجم كبير جدا جدا واحد من الاهم اللاعيبة في الدوري المصري بشكل عام المغربي اشرب بن شاركي برضو المواجهة دي شايفة زي شايف ان احمل ابيادة زي ما قلت لك هيكون مفاجئة النادي الاهلي هو اللاعي من اللاعيبة الحريفة اللاعيبة تجيد في مباراة اللي هيك كبيرة وخاصة مباراة زي مباراة الزمالك وفي تواجه جمهيري هتقول لي دور مهم جدا لكن في نفس الوقتها من اوصل عن اللغوح عندك عشرة بن شاركي هو سوبرستار من الموجودين في الدوري ومصري خاصة في فترة الاخيرة كان عنده اللغة كثير جدا حوالين موضوع التجديد وعدم التجديد لكن هو خلال اخر سبعة مباريات واضح انه هو خرد اساباته ورجع للتركيز تاني عشان كده شفناه فارح معنادي الزمالك في فترة الاخيرة وده اللي تخلي الموضوع اللي بي فيه جيم في الملعب السنويات اللي انت قلتها دي اعتقد السنوات دي هكون موجودة الجميلة همركزة فيها جديد طيب نروح بقى برضو للدكة انا شايف برضو دكة البودلاء النهاردة زمالك ممكن النهاردة موجود طبعا اوباما عنصر مهم جدا جدا شبالة عنصر مهم شايف ان النهاردة ممكن تقريبا الاهلي لعب بكل تشكيلته يعني الاهلي كل اللاعب الاساسين عنده بيلعبه يمكن تقريبا حسين حيات ممكن طاهر ولكن زمالك فيه عدد من نجوم الاساسين موجودين عليك لبودلاء ممكن نقول النهاردة من دكة زمالك ممكن تبقى نسبيا لعكم دكة الاهلي ولكن مش تقالش كده هو يتقال كل مدارب وليه فكره سامي ومصوم بيلعب بفكر جمهيري وبفكر اللي هو عايز ينزل بقوة ضربة ويخلص من بدري في نفس الوقت بريرا بيلعب بشكيلة متوازنة هو مدارب حكم الفرق السن الكبير جدا يعني 8 و70 سنة بريرا مداربين اللي هي راسية عنده خطوات كبيرة جدا هاي بيلعب المباراة دايما على مراحل بيقسم المباراة لتوقيتات التساعة وما تلت الساعة بيقسمها التوقيتات ويتحرك فيها تغييراته لكن في نفس الوقت سامي ومصان عايز يعملها بضربة ويعملها خاطفة ويخلص من بدل ده اللي هنشوف احنا في المباراة طيب بالنسبة للجمهور النهاردة الاهلي او خليها في الملعب الاول النهاردة الاهلي بيلعب على استاد السلام استاد الاهلي السلام طبعا ما كود ده استاده هل النهاردة ممكن ده يمثل افضلية للاهلي بما انه بيلعب كل مباراة عليه وزمالك قليل جدا ما بيلعب على استاد السلام؟ بالتأكيد بالتأكيد موضوع الملعب ده يبقى فيها افضلية وديك اتعاملة مشكلة وديخلت زمالك طالب يعني اهلي ازاي العب ماشي استادة القاهرة والماشي التانية مفروض ده يتلاعب على استادة وده ملعب الزمالك بس ده مزاج الاهلي يعني الاهلي بيختار بس هو الاساس مع عبه السلام اهو زمالك ملعب كده 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 وما انحصلنا خلاص للواقع الواقع ان هو المباراة بالمباراة بالسلام لكن من يجي نتكلم لعبة كبيرة جدا في الفرقين دي مازلاش يجي نتكلم نقول لعبة الملعب هيدراير هيدراير اه ممكن يدي افضلية شوية لحد ما طيب نتكلم بقى في الاخر كده عن توقعاتك في الابداية المباراة وشايف المباراة ممكن يتدي ازاي؟ اه ممكن اه اكيد كل الفرقين هيكونوا حاضرين بشكل كبير ولكن هل ممكن حد يكون يعني بيعمل اه زي بقول شوية ان هو يتدي اه مرسك شوية ولا؟ لأ هكذا الفرقين متحفظين انا شايف ان هو المنزل الاهلي بقوة ضربة اللي هو نازل بها وكل اوراق رافحة هيبع عنده حافظية اكتر يحاول من وجهة نظر المنزل في ان ان هو يستغل الغيابات الكبيرة جدا جدا من الازمالك لكن برضو دي طبعا تخطيطنا الخاصة بتشكلات الفرقين النهاردة وخاصة بالامور الفانية للمباراة خليكوا دايما معنا في تيليزيون اليوم السابق عندنا تخطيطات كتير مستمرة على موضوع المباراة شوية يكون معنا برضو تخطيط التحكمية الخاصة بمباراة خليكوا دايما معنا